اشتركوا في القناة وسائر العاملين والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين ايها المؤمنون الكرام ايها الصائمون تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ايها الاحبة تحدثنا في حلقة سابقة عن شيء مهم وهو صلة الارحام وذكرنا لكم ان النبي صلى الله عليه وآله قال عن شهر رمضان واوصانا وحثنا على صلة الارحام في هذا الشهر المبارك وقال من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه التفت ايها الاحبة لابد ان نعرف ان كثير من الهبات الالهية بنفس الوقت طبعا هي نعمة وقد تكون نقمة بذات الوقت كيف التفت ايها العزيز ما رأيك وما ظنك بالقرآن الكريم هل هو نعمة او بالعكس قطعا نعمة ما رأيك بالمسجد نعمة او عكس ذلك تقول نعمة ما رأيك بالعالم الذي يرشدك ويهديك الى الطريق الصحيح تقول نعمة لكن اسمع هذا الحديث ماذا ورد على رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال ثلاث يشتكي الى الله يوم القيامة يشتكي يعني يرفع دعوة عليك يقول هذا اذاني قطعني ثلاث يشتكي الى الله يوم القيامة مسجد مهجور وقرآن مهجور وعالم مهجور اذن ممكن ان تكون النعمة اذا قصرت بتأدية شكرها وبحقها تنقلب القضية عليك لذلك ايها الحبيب شهر رمضان شهر مبارك وفيه من المحطات التي تكون كافية لوصولك الى رضا الله والى الجنة ان شاء الله تعالى ولكن اذا قصرت ماذا تعتبر تعتبر هاتك لحرمة الشهر مقصر مضيع وهذا ما صرح به النبي صلى الله عليه وآله في ذات الخطبة قال فان الشقي من حرم غفران هذا الشهر هذا الشقاوة انسان يكون من الاشقياء العياذ بالله نستجير بالله ان نكتب بفديوان الاشقياء اذا ايها الحبيب لهذه المسألة المهمة لما امرنا رسول الله وحثنا على مسألة صلة الارحام نقول لو لم نصل ارحامنا في شهر رمضان ما هو العنوان الذي سنكتب فيه قطيعة الرحم والعياذ بالله ماذا ورد في الاحاديث عن قطيعة الرحم نعم ايها الحبيب قطيعة الارحام تذر الديار بلاقع هتعرف ما معنى البلقع اي ان الارض المقفرة لا بشر فيها ولا زارع ولا غيره بسبب قطيعة الرحم صلة الارحام منسأة في العمر شون يعني منسأة؟ معنى منسأة في العمر ان الاجل يتمدد يكون نسيئة يعني اكو اجل بعد اطول ما متوقف عمرك على ثمانين سنة وسبعين او ستين سنة الله يفتح لك هذا العمر بسبب صلة الارحام وقطيعة الرحم ماذا تكون؟ قواطع من قواطع الاجل يعني شلون من قواطع الاجل؟ يعني واحد الله قدر له ان يعيش مئة عام ولكن قطع اجله بسبب قطيعة الارحام وما هي صلة الارحام؟ هل هي من المسائل الصعبة؟ الانسان يمر على اخيه وخصوصا في هذا الشهر المبارك ايها الاحبة ايها الكرام عليكم ان لا تفوتكم هذه اشاعة الروح الايمانية الناس نعم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وآله ويسيرون على نهجه ونحن ذكرنا لكم ان النبي صلى الله عليه وآله على لسانه ذكر القرآن الكريم قال ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الانسان اذا اراد ان يصله الله برحمته يوم القيامة ومن وصلته رحمة الله ام عن اي شيء يسأل بعد من اي شيء يخاف ابدا ابدا الانسان اذا وصلته رحمة الله رحمة الله سبحان الله وسعت رحمته كل شيء لذلك ايها الاحبة ايضا ورد على رسول الله صلى الله عليه وآله من الاحاديث التي تكاد تكون من افضل الاحاديث ما هو هذا الحديث؟ قال لما اسري بي في المعراج لما عرج بي الى السماء وبلغت العرش نظرت في بطنان العرش فوجدت الرحم معلقة ببطنان العرش وقد كتب عليها او انها تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني ماذا يعني هذا الحديث؟ ان بعض الاعمال الصالحة هي تدعو لك المعروف هكذا ان الانسان عندما يصل الرحم الرحم تدعو له شوف اخواني كثير من الاخوة عندهم شبهة يعني مو فقط انت بحسابات الارقام انك انت جعلت نفسك انت الحق والمفروض اخوك هو لي يجيك لابد ان تبادر حتى لو على سبيل انك مظلوم ولو انت تحسب نفسك مظلوم لكنك اذا بادرت الى صلة الارحام انت امتثلت الى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله ومن امتثل لحديث النبي صلى الله عليه وآله فهو شفيعه يوم القيامة والله جل وعلا اوصان لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ونبينا صلى الله عليه وآله نبي الرحمة نبي الايمان النبي الاخلاق هو اصدق من على وجه الارض يقول من وصل منكم في هذا الشهر رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاح اسأل من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وإياكم لان نصل ارحامنا وان نعف عن من ظلمنا وان نحسن لمن اساء الينا وهذا هو خلق المؤمن نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة